ورجعنا لكم من جديد بالثامن من أذار كل التحية لكل النساء الفلسطينيات وبن بداية الحلقة أبرقنا تحية خاصة للعاملات والموظفات والطالبات في جامعة النجاح الوطنية بكافة أفرعه وبكافة الأقسام والحرم الجامعي الجديد والقديم وكل من يتبع لجامعة النجاح الوطنية بهذا الصباح كل التحية لكنا هناك العديد من الأسماء وهناك العديد من الإنجازات التي تسجل بحق المرأة وبحق العاملة في الجامعة اليوم سوف نتحدث أكثر عن واقع المرأة الفلسطينية وواقع الموظفة وواقع المعلمة والمدرسة والمحاضرة في جامعة النجاح الوطنية مع مساعد الرئيس لأشؤون المجتمعي وأيضا ناطق باسم جامعة النجاح الوطنية دكتور رائد الربعي دبعي أهلا وسهلا فيك سعد صباحك هيا كل عام وأنت بخير كل عام ونساء الوطن بألف خير كل عام وشهداتنا بألف خير كل عام وأسيراتنا محررات وكل عام وجامعة النجاح الوطنية أكثر إشراقا بوجود النصف المليء بالحيوية والنجاح والتفوق المرأة الفلسطينية سواء كانت زميلة أكاديمية أو إدارية أو كانت طالبة أيضا نعم يعني بالأمس الجهاز المركزي للإحصاء في تقريره بمناسبة الثامن من أذار يعني بيّن وأظهر بأن المرأة الفلسطينية هي نصف المجتمع بنسبة 49% ولكن ما هي نسبة المرأة الفلسطينية العاملة في جامعة النجاح الوطنية ككل بكافة الأفرع وبكافة الجامعات وأيضا المراكز التابعة لها يعني أولا إحنا لدينا 403 زميلات في جامعة النجاح الوطنية يشكلون قطاعا واسعا في القطاع الأكاديمي والإداري وفي كل مرافق الجامعة وهذا يشكل 30% من نسبة العاملين في جامعة النجاح الوطنية لكن الأهم أننا في جامعة النجاح الوطنية لدينا نائبة للرئيس الدكتورة خيرية رصاص وهي التي كرمت بالمناسبة بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية وهذا يدلل أن المرأة الفلسطينية ليست فقط قادرة على أن تكون متميزة فلسطينيا إنما أيضا متميزة على الصعيد العالمي لدينا مساعدة للرئيس الدكتورة سائد عفونا لدينا عمداء كليات ولدينا أيضا مدراء مراكز ووحدات بحثية بالتالي المرأة في جامعة النجاح الوطنية ليست فقط مشاركة عددا إنما هي مشاركة أساسية في كل ما تحقق جامعة النجاح الوطنية اليوم من إنجازات ومن نجاحات ومن تفوق ومن حصولها في كل التصنيفات العالمية على المرتبة الأولى فلسطينيا وعلى مراتب متقدمة في المستوى العالمي بالتالي المرأة في جامعة النجاح الوطنية هي الأخت والزميلة وهي الشريك الأساسي والشريك الأفضل أيضا في هذا الإطار أيضا نتميز في جامعة النجاح الوطنية أننا 65% من عدد الطلاب هم من الطالبات وبالمناسبة هم ليسوا فقط الجزء الأجمل في هذه الجامعة إنما أيضا الجزء الأكثر تميزا ونجاحا لأن الأرقام تشير أن العدد الأكبر من المتفوقين في الجامعة في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية هم من الطالبات وبالتالي هذا يدلل بأن المرأة الفلسطينية مؤتمنة وقادرة وتستطيع أيضا نعم يعني من رسالتك ومن حديثك عن المرأة الفلسطينية والمرأة في جامعة النجاح الوطنية الموظفة والطالبة والعاملة يعني بتاحة المجال لها أيضا في تقليد هذه المناصب ومثلها مثل الرجل بمساواة بالتكافأ وكل هذه الأمور ولكن ما الذي تقدمه الجامعة أكثر للنساء لدعمهن وتشجيعهن وتسهيل أمورهن في موضوع الأبحاث في موضوع الدراسات في موضوع كل الأمور التي تمنح لكل الجلسين سواء كانوا طلاب أو حتى عاملين في الجامعة يعني بداية جامعة النجاح ووفق خطتها الاستراتيجية لتبني سياسات التنمية المستدامة هي تتبنى السياسات المساوال جندرية وبالتالي هي أحد السياسات الاستراتيجية في جامعة النجاح والتي تتبنى من أجلها مجموعة من الأدوات لتحقيقها بما في ذلك سياسات الابتعاث اليوم لدينا سياسات ابتعاث واضحة بابتعاث مجموعة من الطالبات المتفوقات والمتميزات وليس لدينا أي سياسات تمزيزية بالمناسبة بمعنى أن طبيعة الأمور في الجامعة أن العدد الأكبر من المتفوقات أو المتفوقين في الجامعة هم من الطالبات وبالتالي هذا يتيح فرص حقيقية لزيادة نسب النساء والزميلات في المستوى الأكاديمي وفي المستوى الإداري ثانيا جامعة النجاح الوطنية اليوم واضح جدا أن المرافق والمؤسسات والمواقع التي تتقلدها نساء في الجامعة هي مواقع متقدمة ومتقدمة للغاية على سبيل المثال في موضوع العلاقات الدولية التي تقودها الدكتورة خيرية رصاص واضح جدا المستوى والتي أصبحت قبل جامعة النجاح الوطنية لكل أشكاء الدوليين لكل الزوار الدوليين وما تحقق على المستوى الدولي البحث العلمي في فترة الدكتورة رواء الرمحي أيضا الأستاذ الدكتور رواء الرمحي واضح جدا المستوى الذي استطعنا أن نصل له بما في ذلك اعتماد مجلة الطب والصيدلة في سكوبس وبالتالي عدد الأبحاث نحن كان لدينا على سبيل المثال خطة نصل إلى 500 بحث خلال ثلاث أعوام بحث علمي محكم نحن استطعنا تحت إدارة البحث العلمي للدكتورة رواء نصل إلى ما يتجاوز هذا العدد في العام الأول في قضايا التعليم الإلكتروني الذي تقود أيضا الدكتورة السائدة نحن بشهادة كل المنظمات والمؤسسات الدولية جامعة النجاح الوطنية تشكل نموذجا عالميا في مواكبة التطور بهذا الموضوع بالتالي جامعة النجاح تشكل حاضنة وتشكل بوطقة هامة لممارسة النساء الفلسطينيات إبداعهن في هذا الإطار ويثبتنا أيضا أنهم قادرات وأنهم متميزات في هذا الإطار نعم يعني من أيضا الرسالة المجتمعية لجامعة النجاح الوطنية ومن خلال مراكزها ومن خلال ربما الليجاني الجامعيات والأنشطة المنهجية وغيرها هناك العديد أيضا من المراكز التي تعنى بشؤون المرأة وتعنى بهذه القضايا أيضا عن المستوى والمجتمع المحلي فكيف هي الأنشطة والفعاليات والمتابعات من قبل جامعة النجاح الوطنية فيما يخص المرأة أو حتى المرأة وطفلها وغيرها من رعاية من خلال ربما برامج ورشات عمل اتفاقيات إلى آخرها طبعا كما تعلمين نحن لدينا برنامج ماجستير في دراسات المرأة وهذا برنامج متميز وفريد من نوعه في فلسطين بالتالي جامعة النجاح الوطنية تعمل دائما على أن يكون لديها أيضا برامج أكاديمية تواكب دراسات المرأة وحينما نتحدث عن دراسات المرأة هذا برنامج وطني بامتياز لأنه يصلت الضوء على نضالات المرأة الفلسطينية تاريخيا منذ فترة الانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي وما تلا ذلك يصلت الضوء على دور المرأة الفلسطينية في التنمية وفي البناء والتحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية بالتالي إفراد برنامج في الدراسات العليا لدراسات المرأة هذا إشارة واضحة أنه جامعة النجاح الوطنية تولي المرأة اهتماما كبيرا وأنه قضايا الجندر وقضايا المرأة وتمكين المرأة وإشراك المرأة بشكل حقيقي بما تستحق لأن المرأة الفلسطينية تثبت دائما أنها تستحق وهي قادرة بالتالي جامعة النجاح الوطنية أفردت برامج ماجستير لدينا برامج رياض الأطفال وكما تعلمين برامج رياض الأطفال بشكل عام معظم المنتسبين له من الطالبات بالتالي لدينا برامج أكاديمية في هذا الإطار أيضا في القضايا الأخرى في قضايا النوادي الطلابية والتي تشكل بشكل عام هي امتداد لنوادي طلابية عالمية في كلية الطب والصيدلة والعلاقات العامة وغيرها أيضا هناك مشاركة حقيقية للمرأة الفلسطينية هناك أيضا مؤسسات ووحدات وحدة البحث العلمي اليوم تقودها الدكتورة رشال خياط الإنجيت تقودها الدكتورة منظميدي لدينا كلية الفنون وكلية الزراعة في الجامعة التي تقودها بامتياز مجموعة من الزميلات واللواتي يثبتن يوميا بأنهم قادرات بالتالي جامعة النجاح الوطنية توفر جوا نموذجيا من أجل أن تستطيع فيها الطالبات أن يبدعن وأنا أعتقد أنه بشكل عام يعني النسب التي تخرج من الجامعة الإبداعات التي تأتي من الطالبات عدد البحث العلمي الذي يقوم به مجموعة من الزميلات أيضا في مختلف التخصصات يثبت بأن هناك مناخ وبيئة يعني تقوم بالواجب لأننا لا نعتبر في جامعة النجاح الوطنية أن نقوم بأكثر من واجبنا حينما نعطي المرأة الحق الذي تستحقه والعدالة والمساواة لأن هذا طبيعة الأمور نعم في الحديث أيضا عن الحقوق وفي الحديث عن قوانين العمل وإلى آخره إلى أي مدى تلتزم جامعة النجاح الوطنية بتطبيق القوانين والخاصة بحفظ حقوق المرأة والمرأة العاملة وكل هذه الأمور أنا أعتقد أن هذا الموضوع جامعة النجاح تجاوزته منذ السنوات أولا ليس هناك أي سياسات تمييزية ضد النساء في الجامعة لا في الأجور ولا في الرواتب ولا في تقلض المواقع المتقدمة نحن نتحدث عن تسع زميلات يتقلضن مواقع قيادية كنواب للرئيس ومساعدين وعمداء كليات ومدرأ للوحدات وأيضا نتحدث عن سياسة ابتعاث اليوم حساسة جدا ومهتمة جدا بقضايا الجندر في أعرق الجامعات في العالم وأيضا في كل ما يتعلق بحقوق المرأة جامعة النجاح الوطنية من حيث خطتها الإدارية هي تهتم جدا بأن يكون هناك قضايا الجندر وقضايا المرأة أن تكون عادلة وأن تكون المرأة تحصل فيها على كل حقوقها كاملة وبالتالي ليس هناك أي تحيز جندري لا في قضايا الرواتب أو في قضايا الأجور بالعكس تماما إن كان هناك تحيز فنحن نعمل على أن يكون هذا التحيز تحيز إيجابي للنصف الناجح لأن المرأة هي تلعب دورين في هذا المجتمع الدور التنموي والدور أيضا النضالي والدور في تربية الأجيال بالتالي نحن نقدر عاليا ما تقوم به نسائنا وخير دليل على ذلك هي وجودكم اليوم أنت وزميلاتك يتغطون هذا الحدث من حييكم ومن ثمن جهودكم في هذا الإطار شكرا لك مع ختام هذا اللقاء اللطيف وسعيدين جدا بوجودكم للحديث أكثر عن واقع المرأة وواقع النساء بجامعة النجاح الوطنية يعني رسالة من الجامعة لموظفاتها للأكاديميات العاملات في المجال الأكاديمي المجال الإداري وأيضا الطالبات في جامعة النجاح الوطنية ما هي رسالة الجامعة لهن في الثامن من آذار كل عام وهن بألف خير كل عام وهن يزدن إشراقا ونجاحا وتميزا نقول لهن جميعا أن تنى شركات في هذا التقدم والنجاح والإبداع والتطور الذي تقوم به جامعة النجاح الوطنية وتحققه يوما بعد يوم دون جهدكنا جميعا لم يكن ولن يكون لجامعة النجاح الوطنية أن تبقى جامعة فلسطين الأولى وجامعة الكل الفلسطيني بكم نتحدى الحاضر ونرسم المستقبل نعم كل التحية لك ونشكرك جزيلا شكر دكتور رائد دبعي الناطق بإسم جامعة النجاح الوطنية وقضى مستشار رئيس للشؤون المجتمعية كل التحية لك وأسعدتنا اليوم بوجودك معنا في هذه الحلقة الخاصة بالثامن من آذار شكرا لك شكرا لك والعام بخير